اهلا وسهلا بيكو طلبة وطالبات الدبلوم الصناعي قسم اطباعة وسباغة وتجهيز المنسوجات في مراجعة عامة لمادة المراقبة الجودة هنبدأ مع بعض بحلقات الجودة ما نحب نتكلم عن حلقات الجودة هنأتكلم اول حاجة هنتكلم عليها احنا هنرجع على المادة بشكل عام هنرجع على مادة المراقبة بشكل عام هناخد المنهج في صورة اسئلة ودروس مبسطة كده هون بحس ان احنا نقدر نلم المادة معانا بحس انها تبقى سهلة معانا نمجلنا فيه الامتحان ان شاء الله ونقدر نعديه بسلام ونقدر نجيب الدرجة اللي احنا عايزين هنبدأ مع بعض بحلقات الجودة ايه هو تعريف حلقات الجودة هي مجموعة صغيرة من العمال تتراوح عددها ما بين 4 الى 10 عمال يعملون في مكان واحد اختياريا وذلك لتأدية انشطة الرقابة داخل مكان عملهم ويدير اعمال الحلقة مشرف او ملاحظ هؤلاء العمال وذلك باساليب حل المشكلات يعني احنا هنلاحظ مع بعض هنا هوت ان احنا ما بنيجي نتكلم عن تعريف حلقات الجودة بتبقى مجموعة صغيرة من العمال يعني من كل من 14 عمال كده هوت بيعملوا مع بعض حلقة الحلقة ده بتبقى حلقة نقاشية بيختاروا مكان يعودوا فيه يتكلموا ويبدأوا يتناقشوا فيه المشاكل اللي بتقابلهم فيه عملية الانتاج او فيه عملية الصناعة طيب هل الاعداد ده هي ليه ما بنزودش مثلا عن عشرة ما بنزودش عن عشرة عشان نقدر نسمع بعض وعشان نقدر نتكلم مع بعض ونقدر نتناقش فيه كل الامور اللي احنا بنستخدم فيها فيه عمليات الجودة وفي نفس الوقت ما بنقدرش نزود العدد عن كده عشان تقدر العملية تبقى محكومة وما نقدر نوزع مهام نقدر ندير عملية رقابة الجودة على العملية الانتاجية طيب احنا ما نيجي نتكلم عن اسلوب او اسلوب حلقات الجودة ده هي هنلاقي ان احنا بنتكلم فيه عن اساليب حل المشكلات وبنتكلم على اساليب حل المشكلات بطرقتين رئيسيتين هي عجلة دايمينج في تطوير الجودة والاساليب الفنية السابعة في حل مشاكل الجودة وزي ما انتو شايفين كده معايا ان عجلة دايمينج اللي احنا بنتكلم عليها اول حاجة بنخطط لعملية الجودة وبعد كده بننفذ وبعد كده بنفحص وبعد كده بنحسن الجودة بنخطط للجودة يعني يعني ايه نخطط للجودة يعني بنشوف ايه هي الجودة اللي احنا محتاجينها وازاي نقدر ندير لهذه الجودة وبعد كده هو بننفذ التخططات اللي احنا عملناها ده هي وبعد ما بننفذ بنبدأ نفحص المنتج بتاعنا هل المنتج بتاعنا ده حقق الخطط او لا وهل حقق الادارة اللي احنا عايزينها او لا وبعد كده نبدأ نحسن عملية الجودة لو لقينا فيه اي مشاكل ابتدت تقابل ويه الاساليب السبعة لحل المشكلات طبعا كلنا عارفين هزيه الاساليب من اسلوب تحليل ويه هنتكلم عنه بالتفصيل طيب نيجي سؤال عندنا ممكن يقابلنا في الامتحان يقول لي ايه هي فلسفة ويه مبادئ حلقات الجودة يعني انا عشان اتكلم عن حلقات الجودة دهيت لازم يبقى عندي فلسفة ومبادئ اقدر ادير بيها حلقات الجودة طب لو جيه قال لي السؤال دهوت اقدر اكتب فيه ايه اول حاجة لازم اكتبها فيه ان يكون العمل فيه تطوعيا او اختياريا يعني ما ينفعش افرد عملية حلقات الجودة او حلقات النقاشية للجودة دهيت بشكل فرض على العامل او الفني اللي موجود فيه المنشأة بل بالعكس لازم يكون العمل فيها تطوعي او اختياري عشان يقدر يبدأ ويبدأ يطلع كل اللي عنده ويقدر يطلع ايه المشاكل اللي ممكن نناقشها مع بعض وايه المشاكل اللي يقدر نشتغل عليه كمان يكون برنامج حلقات الجودة ضمن خطة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة بالمنشأة يعني ما ينفعش ان حلقات الجودة دهيت تبقى منفصلة يعني احنا مش قاعدين مندردش مع بعض وبنتكلم في ايه كلام خلاص لا 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 خالص ما ينفعش الكلام ده ده لازم اساسا في موضوع الجودة ان انا لازم حلقات الجودة دهيت تبقى ضمن خطة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة اللي بتتبنيها المنشأة يعني انا عندي خطة المنشأة حطاها والخطة دهيت من ضمن بنودها حلقات الجودة او الحلقات النقاشية عشان اقدر اطبق الجودة بشكل عالي كمان لازم يكون النشاطك او النشاط تلقى الحلقات مستمر ومستقر لانه بيختص بالتطوير والتقلب على المشكلات داخل مكان العمل يبقى انا لازم حلقات الجودة دهيت ما تبقاش مرة او اتنين او تلاتة او عشرمية لا لا احنا مش عايزين كده الكلام ده ما ينفعش تماما احنا لا احنا عايزين حلقات الجودة دهيت تبقى بشكل مستمر وفي نفس الوقت بشكل ممتظم يعني بنقول مثلا مرة كل شهر او مرة كل اسبوع بنعمل حلقات الجودة بنقعد اخر الاسبوع بنقعد مع بعض وبنبني نتناقش ايه اللي احنا محتاجينه فيه عملية الجودة وايه المشاكل اللي بتقابلنا وازاي نقدر نحل هذه المشاكل يبقى حلقات الجودة من ضمن الفلسفة بتاعتها والمبادئ بتاعتها اني اول حاجة عندي يكون الموضوع اختياري ما يكونش اجباري يعني انا ما اجبلش العامل على موضوع حلقات الجودة اني حلقات الجودة دهيت تتبناها المنشأة من ضمن الخطة العامة بتاعتها لقدارة الجودة الشاملة للمنشأة وكمان لازم يبقى انا النشاط بتاع الحلقات دهيت مستمر ومستقر بل كمان منتظم بشكل دايم على مستوى السنة كلها او على مستوى العملية الانتاجية وكمان لازم يحترم هذا النشاط انسانية العامل وحقق مناخ العمل الجايد ويعطي العامل حرية التفكير والابداع مش معنى ان احنا نعمل حلقات جودة ده معناه ان احنا نقعد العامل نقوله هيقول ايه يعني انا كراجل مثلا مشرف انتاج او راجل بدير انتاج ما ينفعش ان انا اقول للعامل انت هتقول ايه بل بالعكس لازم ادي له حرية الابداع وحرية التفكير يعني ما ينفعش اقوله على فكرة قبل ما تبدأ الحلقة حلقة الجودة وحلقة المناقشة احنا هنبقى قاعدين نتكلم فيها اوعك تقول ان احنا كان عندنا عيب كذا وكذا وكذا او احنا بنقابلنا مشكلة او لا بالعكس ده انا لازم اسيب له الحرية التامة ان هو يفكر ويبدأ او اقوله على فكرة الفكرة اللي انت بتقولها دي ما تنفعش تتعمل او الفكرة اللي انت بتقولها دي ما ينفعش تشتغل وقت بعد في نهاية الحلقة بابدأ اختار ايه الحاجات اللي انا شايف ان انا اقدر ننفسها عشان اقوم عملية الجودة مميزة يجي سؤال يقول لي طيب انت عرفتلي ايه مبدأ وفلسفة الجودة قول لي بقى عرف او اسكر مميزات تطبيق انشطة حلقات الجودة يبقى تالي السؤال بنكلم عليها هون نهاردة اسكر مميزات تطبيق انشطة حلقات الجودة اول حاجة من اهم مميزاتها انها بتقوي روح التعاون وهي بتحط اهداف محددة في التعاون ده هو يعني بتقوي التعاون ما بين الافراد طبعا اي عمل جماعي عشان ينجح لازم يبقى فيه روح تعاون ما بين اعضاء الفريق طيب روح اعضاء يعني روح التعاون ده هتتوجد ازاي من خلال اهداف محددة للتعاون ده هو تيبدأ من نتيجة النقاشات وان احنا بنعود وبنتكلم وكل واحد بيقول افكاره يبدأ من هنا يتحقق تنمية روح التعاون وتقويتها في اعضاء الفريق تاني ميزة من مميزات تطبيق انشطة حلقات الجودة انها بتساعد على تبادل المعرفة والخبرات بين الافراد طبعا عشان الشخص مننا يفضل مغلق على نفسه وما بيتكلمش غير نفسه وما بيقولش غير افكار نفسه الكلام ده هو ده بيخليه يتعرض انه هو ما بيشوفش اي حاجة جديدة لكن طول ما انا بشوف غيري وبشوف غيري بيفكر ازاي وبيقول ايه ده بيخليني بينمي الفكرة عندي جوايا وممكن تبقى فكرة صغيرة من حد صغير او عامل صغير او مساعد لسه بيشتغل فيه المنشأة جديد ممكن فكرة صغيرة توفر علينا وقت كبير جدا جدا وفي نفس الوقت تنمينا لفكرة كبيرة وتوصلنا لهدف كبير ممكن نحققه كمان لازم بيقوي العلاقات بين الادارة والعمال يبقى مميزات تطبيق انشط حلقات الجودة انها بتقوي العلاقات بين الادارة والعمال لانها بتخلق ثقة ما بينهم وفي نفس الوقت بتخلق ثقة ما بين العامل كمان بيسق فيه الادارة وخاصة لما بيلاقي ان بعض الافكار اللي زميله بيقولوها او اللي هو نفسه بيقولها بتبدأ تتحقق على أرض الواقع ده بيقوي العلاقة لما بين الإدارة والعمال كمان بتطور تنمية مستوى التفكير الفردي زي ما قلنا لسه كنا بنتكلم أنها بتساعد على تبادل المعرفة وبتزود الخبرات كمان بتساعد على تنمية التفكير الفردي وتنمية موقع الإنسان اللي بيحضر هذه الحلقات كمان بيقصب العمال مهارات جديدة في التخطيط والإبداع يبقى أنا ما يجي سؤال يقولي مميزات تطبيق أنشط حلقات الجودة أقوله بتقوي روح التعاون ما بين الأفراد بتساعد على تبادل المعرفة بتقوي العلاقات ما بين الإدارة والعمال كمان بتطور وتنمي مستوى التفكير الفردي للشخص نفسه وكمان بتكسب العمال مهارات جديدة في التخطيط والإبداع نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقولك إيه هي أو ما هي أسباب فشل حلقات الجودة ما هي أسباب فشل حلقات الجودة أسباب فشل حلقات الجودة هو عدم فكر العاملين لأسلوب حلقات الجودة يعني أنا ما يكون عندي العامل مش فاهم إيه هي أسلوب حلقات الجودة وإزاي بيضطار ده بيخلي الحلقة نفسها أو حلقة النقاش نفسها اللي بتبدأ بتفشل ليه بتفشل؟ لأن أنا دلوقتي لما بكون مثلا أنا واحد من العمال مثلا قاعد في حلقات الجودة ده هيك عايز أفرد رأيي على الناس اللي موجودة مش شايف إن الموضوع ده تبادل فكرة وفهم أو تبادل خبرات ما بينهم وما بين بعض وتبادل أفكار ما بينهم وما بين بعض فأنا عايز أقول رأيي والرأيي ده هو تأفرده على جميع الموجودين ده بيبقى عدم فهم ليه فكرة الحلقة وبناءنا عليه بيخلي الحلقة تفشل أو يحس إن مثلا ما حد يقول فكرة يبقى الفكرة ده هيك الفكرة ده هيك ممكن تكون بتمس خطأ عنده فما يكون بيقول الفكرة ده هيك الفكرة ده هيك ممكن تبقى بتؤدي إلى إنه بتمس جزء من حاجة أو مشكلة عنده فيبقى يفاكر إن المشكلة ده هيك عبارة عن هجوم عليه وده طبعا مصطحيح بالعكس ده حلقات الجودة الغرض منها الوصول لأفضل حاجة ممكنة في العملية الإنتاجية بغض النظر عن أشخاص أو أقسام أو أي شيء يتصل به هذه الحلقة تاني حاجة عدم الاهتمام الإدارة بنتيجة عمل حلقات الجودة لو إحنا بنقعد نتناقش وبنطلع بقرارات وبنقول والله إحنا شايفين إن المفروض يحصل كذا ومفروض يتعدل كذا ومفروض ده يتغير ومفروض ده يتحط ومفروض ده يتعمل والجودة الإدارة ماهتمتش بالكلام ده هو هيبقى الحلقات دي لها لازمة أكيد ما لاش لازمة وبناء عليه هيحصل فشل لهذه الحلقات كمان تبقى أختار مشكلات بعيدة عن خبرة الأعضاء يعني ما ينفعش مثلا إحنا بنتكلم في مجال طباعة وصباغة تجهيز المنسوجات ما ينفعش أكون بتكلم في الطباعة وبناقش مشكلة بتاعة الملابس الجهزة أو بناقش مشكلة بتاعة السباغة بالرغم من أن الطباعة والصباغة يعتبروا قسم واحد والتجهيز برضو قسم واحد لكن المشكلة ده هي بتبقى بعيد عن خبرات الناس اللي بتشتغل في الطباعة يبقى أنا كده وقت ما حققتش أي نجاح لحلقات الجودة ويبقى من أسباب فشلها أو أتصدى لمشكلات صعبة حلها يعني مثلا أقول والله لا إحنا عايزين أنا بشتغل في مصنع صغير المصنع ده قوامه مثلا أو رأسي ميله نصف مليون جنيه مثلا وأقول والله إحنا عايزين لا إحنا بنقابل مشكلة جامدة جدا إن إحنا عايزين نطبع التشريطات بشكل معين وعايزين المكناة ده 8.5 مليون جنيه طبعا ده كده يبقى أنا بتكلم على مشاكل هيبقى صعب جدا حلها وبناء عليه يبقى أنا مش هوصل لي الغرض من حلقات الجودة والحلقة الجودة هتفشل من الأسباب كمان عدم ملقمة وقت انعقاد حلقات الجودة زي مثلا لما يكون وقت انعقاد الحلقات في وسط العملية الانتاجية يعني أنا عندي طلبية هسلمها مثلا بعد 3 أيام والطلبية ده حوالي مثلا مليون قطعة وفي وسط العملية الانتاجية ده أقول أنه هعمل دلوقتي حلقات الجودة يبقى أنا ده الوقت ده غير مناسب والحلقة الجودة لازم أتفشل لأنه محدش هيبقى بيفكر في المشاكل أو الحاجة ده يبقى بالعكس كله هيبقى بيفكر في العملية الانتاجية وكله بيفكر إزاي يطلع الشغل بتاعه بأفضل مستوى وأفضل شكل ممكن فأبصى ألاقي أن حلقة الجودة أصبها الفشل طيب من مقاومات بقى نجاح برنامج حلقات الجودة إيه هي المقاومات ده هي اللي تقدر تقول أن برنامج حلقات الجودة ده نجح إيه هي الأسباب أو المقاومات اللي تقدر تقول أن حلقات الجودة ده نجحت أول حاجة أن الإدارة العليا أو إدارة المنشأة أو مجلس الإدارة بتاع المنشأة يبقى مقتنع بفكرة حلقات الجودة ويقتنع بأفكارهم ويبدأ ينفذ فيهم هنلاقي دايماً يا شباب العيوب بتتحول لمقاومات يعني بنقول إن فشل حلقات الجودة نتيجة عدم اقتناع الإدارة بحلقات الجودة طيب يبقى من مقاومات نجاح الجودة إيه؟ اقتناع الإدارة العليا بفكرة حلقات الجودة يبقى ما يجي سؤال يقول لي ما هي مقاومات نجاح برامج حلقات الجودة أول حاجة اقتناع الإدارة العليا بفكرة الجودة تاني حاجة علم الإدارة الوسطى بتفاصيل المشروع وإيه هي الأهداف المحققة لعملية الجودة تالت هدف عندي إعادة النظر في الهيكل التنظيمي في فكرة دوائر الجودة يعني يبقى عندي لو لقيت نفسي محتاج أن أنا أعيد تنظيم مكان العمل أو المنشأة بتاعتي أو الفكرة بتاعة الجودة ممكن أعيده بحيث أن أنا يبقى عندي دوائر للجودة والدوائر دي تبقى مغلاقة على نفسها فأقدر أحكم عملية الجودة الموجودة في المنشأة كمان معرفة كل العاملين بفلسفة النظام الجديد يعني لازم العامل اللي بيقدر حلقات الجودة دا يتبقى فاهم إيه هي الفكرة بتاعته وإيه هي الفلسفة بتاعة عملية الجودة عشان ما يبقى قاعد في الموضوع يقدر يفيدني ويقدر يديني اللي أنا عايزه كمان لازم يبقى عندي اختيار دقيق لأعضاء الفريق بالرغم من الفريق بيبقى متطوع إلا إني لازم يبقى عندي اختيار دقيق لهم وأقدر أفكر مين هيقدر يفيدني في حلقات الجودة أهل خبرة وأهل معرفة وأهل علم كمان التدريب الدائم لأعضاء الفريق لازم أضربهم بشكل مستمر يعني أنا ما اكتفيش إن أنا أختار ناس كويسة بس بل بالعكس إن أنا لازم كمان الناس اللي أنا بختارها دهيت لازم أضربها بشكل جيد ويأهلها بحيث إنها تقدر تديني اللي أنا عايزه يبقى من قاومات نجاح برغم حلقات الجودة اقتناع الإدارة إني لازم يبقى الناس تتضرب لازم تبقى الناس أختارها على كفاءة عالية لازم يبقى عارفين الفلسفة لازم يبقى عندي فكرة الجودة عندي استعداد لي إعادة الموضوع من أول وجديد وعمل دوائر جودة بشكل مختلف نيجي للسؤال اللي بعده هو إيه هو أنظمة التصنيع المتكامل باستخدام الحاسبات الآلية في مكونات تكنولوجيا المعلومات ما هي أنظمة التصنيع لو حد بيكتب ورايا ما هي أنظمة التصنيع المتكامل باستخدام الحاسبات الآلية في مكونات تكنولوجيا المعلومات يعني أنا إيه الأنظمة اللي بتساعدني في مكونات التكنولوجيا للمعلومات أول حاجة للاتصالات الفردية والجماعية ما بين الناس وبعضية زي مثلاً ما بنتكلم عن السوشيال ميديا أو الاتصالات التليفونات أو اتصالات مثلاً اللاسلكي كل الحاجات دي اسمها اتصالات جماعية وفردية بتحصل ما بينهم كمان التكنولوجيا الكمبيوتر يعني أكون باستخدم الحاسب الآلي واستخدم مثلاً اللبات الأجهزة أجهزة الكمبيوتر حتى الأجهزة اللي بتدير المكينات لازم أكون على دراية بيها عشان الشاشات دي أقدرها بشكل كويس كمان تكنولوجيا السمعيات زي السمعات مثلاً اللي بتبقى موجودة في المصانع عشان مثلاً لو حبيت أنبه تنبيه معين أو حبيت أقول حاجة للمصنع وكمان تكنولوجيا الصورة وتكنولوجيا الصورة دي بتفرق كتير معانا لإني زي ما بيقولوا كده الصورة ممكن تبقى بألف كلمة يعني أنا ممكن بدلاً ما أعود أتكلم على مكان وأقول إنه هو خطر أجيب أو أجيب صورة وحط عليها مثلاً شخص اتعرض لأزور وحطتها على المكان دهوت فأي حد هيجي جنب المكان ده أو أحط علامة حمراء أي حد هيجي جنب المكان ده هيعرف إنه هو خطر وهنا ده تكنولوجيا الصورة بتأدي إلى زي أنا ممكن أتفرق كمان على فيديو فيديو صغير جداً يبقى مد دقيقتين أعود ألخص في محاضرة كاملة بفيديو مد دقيقتين أعرف إيه هي المشاكل اللي ممكن تعبني أو الحاجة اللي ممكن أتعرض لها في تكنولوجيا المعلومات نشوف السؤال اللي بعده والسؤال اللي بعده ما هي أساليب وطرق قياس نظم الجودة ما هي أساليب وطرق قياس نظم الجودة نبدأ بأول اسلوب أول اسلوب هو جمع البيانات الخاصة بمشاكل الجودة يبقى أول اسلوب عندي هو جمع البيانات الخاصة بمشاكل الجودة أجمع البيانات وأعرف إيه هي المشاكل يعني أنا ما تقابلني مشكلة مثلا قابلتني مشكلة زي في حصل تسديد عندي في الشبلونات أبدأ أجمع البيانات الخاصة بالمشاكل ده هي أبدأ أشوف المكان بتاعنا فين هل العجين فيها مشاكل هل العجين ده تاريخ صلاحيتها إيه بدأت إمتى أشتغل بيها الحريرة تصورت بأني طريقة بأني شكل تشدت بإزاي إيه شكل التصميم هل مناسب لدرجة الحريرة أو لأ دي اسمها كلها جمع بيانة وبعد كده أختار المشكلة يعني أنا ممكن أعد أجمع البيانات وأشوف الحرير وأشوف الشبلونات وأشوف المستويات وكل حاجة أشوفها تمام زي الفل وأكتشف في الآخر أني في اليوم ده هو كان المروحة اللي موجودة في المصنع مش شغالة أو حصل لها عطل وبناء عليه لما الموضوع تقرر كذا يوم ابتدى يقابلني مشكلة وبناء عليه يبقى هنا اختيار المشكلة شيء أساسي بعد جمع البانة وبعد كده أحدد بقى أسباب المشكلة هل مثلا المروحة اللي تعطلت ده هي نتيجة عطل كهربائي ولا عطل في المروحة ولا كانت كهربا مقطوعة ولا حد عطلها بفعل فاعل أو المروحة تعطلت نتيجة الحرارة أو نتيجة السخونية أو تعرضت السخونة أو تلفت وما ينفعش تستخدم تاني كل دي اسمها تحديد أسباب المشكلة وأشوف هل المشكلات ده حصل فيه ارتباط ما بينها وما بين أو التأثير اللي حصل عندي نتيجة هذه المشكلة أو لا ده بيحدده بيان مدى الارتباط بين الأسباب والمؤسرات بعد كده باستنبت حلول أشوف أبدأ أحل المشاكل بتاعت إزاي وبعد كده أرائب هذه الحلول وطبقها وفي الآخر أعرض النتائج على الإدارة بحيث أننا الحاجة ده هيت لما يبقى عندي المشكلة اللي أنا قبلتها ده هيت لما تبقى موجودة عندي وحلتها وشفت إيه أسبابها وابتديت أشوف إيه الحاجات اللي قدت إليها وإزاي حلتها وإزاي توصلت إليها بحطي الحاجات ده كلها ببيانات موجودة عندي في الإدارة بحيث أن لو حد بعد كده اتعرض ليه هذه المشكلة يبدأ يحلها بسهولة نتيجة أن أنا عرفت وبقى عندي سجل السجل ده هو تمتأيد في المشكلة من ساعة ما بدأت لحد ما انتهت بكل بقى البيانات اللي أنا جمعتها بكل الطرق اللي أنا اشتغلت بيها حد ليلت المشكلة وشفت إيه أسبابها وشفت إيه كل حاجة عنها بحيث أن لو في حد جي بعد كده أو في وردية جات عندي بعد كده ما تبدأش ترجع تعيد من أول وجديد بل بالعكس عندها سجلات وعندها خطوات تقدر تمشي عليه بعد كده جمع البيانات الخاصة بين مشاكل الجودة وعندي فيه إما باجي أجمع البيانات بيبقى عندي نوعين من أنواع الاختلافات أول نوع اختلافات طبيعية أو عشوائية والنوع التاني بيبقى اختلافات غير عادية يعني فيه اختلافات بتبقى طبيعية فيه جمع البيانات تبقى لاقي مشكلة من عندي من هنا مشكلة من هنا دي بتبقى اختلافات طبيعية نتيجة الجمع البيانات وفيه بعض المشاكل بتبقى غير عادية ودي اللي بنشوفه هنا هوت في المعدة اللي هنا عندنا قدامنا كده في المدرج اللي قدامنا بلاقي فيه بعض لو لقيت هنا هوت فيه شواز للقاعدة ده ده معناه اني ده اختلافات غير عادية لكن بالنسبة ليه المنحنة المدرج ده هوت او زي ما بتقول عليه المدرج التكراري او توزعات التكراري للمشكلات ده بتبقى اختلافات طبيعية او عشوائية لكن لو لقيت فيه حاجات بقى هنا هوت مختلفة في النواحي اللي هنا دي او في المنطقة اللي هنا دي بتبقى اختلافات غير عادية ودي بتبقى محتاجية لها حلول قوية المدرج المتماثل اللي هو بنقول عليه الجرز المقلوب زي ما انتم شايفينه كده هوت ده بيبقى مدرج متماثل المشكلة بتبدأ عندي صغيرة وبعد كده بتكبر وبعد كده ترجع تصغر تاني وخلاص تبقى المشكلة عندي اتحلت بعد كده تحليل المدرجات التكرارية بالنسبة لتحليل المدرجات التكرارية لو قالك سؤال كيف كيف تحلل المدرج التكراري اول حاجة بيبقى عندنا فيه توزيع له قمتان يعني توزيع بيبقى القمة اللي هو المجابة اللي هي اقصى اليمين والقمة السالبة اللي هي بتبقى اقصى اليسار وبعد كده بيبقى فيه تشتتات في النص والتشتتات ده بتبقى بتقل وتكبر نحية المين ونحية اليسار وبعد كده تشكت بينيل ناحية اليمين وبعد كده توزيع ليس كاملا ده بالنسبة لتحليل المدرج التكرار طيب نيجي بقى لسؤال مهم جدا والسؤال ده بيجي كتير عندنا في الامتحانات يقولك ما هي قوائم فحص أو اشرح قوائم فحص وتأكيد الجودة أول حاجة عندي قوائم فحص القياسات أول نقطة عندي هي قوائم فحص القياسات يعني ايه قوائم فحص القياسات؟ يعني أنا عندي مثلا ما بيبقى عندي طوب قماش طوب قماش ده طوله كام يعني لازم أبقى عارف طول القماش بتاعي كام العرض بتاعي القماش كام يعني أنا مسترد أنه طوله مثلا 150 متر تمام العرض بتاعه بقى كام العرض بتاعه مثلا 120 سنتي يبقى أنا أقدر أقول أول قايمة عندي في تحليل الجودة أو قوائم الفحص عندي أول حاجة نقطة بأتكلم فيها طول القماش وعرضه طب تمام حلو قلت طول القماش وعرضه إيه تاني كمان وزنه وزن المترو الطولي يعني أنا بقول مثلا وزن المترو الطولي 110 جرام يبقى أنا ما أعرف وزن المترو الطولي يبقى أنا لو قطعت خمسة متر من القماش أقدر أعرف وزن الكمية دي بتاعتي كام طيب هل بعد كده بعملها بقى عمليات تحضيرية أو عملها سباغة أو عملها طباعة سواء زاد وزنها أو قل يبقى أنا دي اسمها من قوائم القياسات يبقى من قوائم القياسات أننا أعرف طول وزن وزن المترو الطولي للقماش كمان لو أنا عندي قياسات للسباغات أو قياسات لللوم بتاعت القماش يعني أنا مثلا ممكن أقيس درجة البياب بتاع القماش لو القماش متباية أو أقيس درجة سباغته لو القماش مسبوخ أو أقيس مثلا المرونة بتاعته أو المتانة قائمة القياسات يبقى انا اول حاجة عندي فيه قوائم الفحص هي قوائم القياسات كمان بيبقى عندي قوائم فحص المكينات يعني انا لازم يبقى عندي سجل موجود فيه قوائم فحص الجودة قوائم فحص المكينات يبقى انا فحصت الاست الخامة واست القياسات اللي عندي واست الترمومترو واست درجات الحرارة واست مثلا درجة البي اتش واست وزن القماش واست طوله كل حاجة تخص العملية الانتجية كل قياس هيتحدد برقم بقيسه وبحطه في قايمة القياسات عندي بقى تاني قايمة فحص الماكينات قايمة فحص الماكينات داية يعني انا ببحث الماكينات اللي عندي وبشوف السجل بتاعها بحيث ان انا بعد كده هوات لو انا في مهندسي انا جيه بعدية او في حد جيش تغل بعدية يقدر يقول والله الماكينات داية كانت بتعاني مثلا من 13 شهر من عام في السير وبناء عليه هو دا اللي خل السير دا دا يتقطع فانا يبقى دا معناه ان السير دا مقطوع يبقى السير دا مثلا ما تقطعش نتيجة اهمان لا يبقى السير دا نتيجة ان هو خلاص السير دا اتاك او يعني وقت صلاحيوته انتهى وبناء عليه اتقطع فيبقى كده ما فيش مشكلة وابدأ اغير السير او حاسب الناس انها ازاي انها عارفة ان السير دا هوت وقته خلاص اره بينتهي وازاي ما بقوش يعملوله مرأبة عليه او يغيروا هذا السير. دي اسمع قوائم فحص الماكينة. تاني حاجة قائمة تسجيل انواع العيوب. قائمة تسجيل انواع العيوب يعني انا لو انا بفحص خامة. والخامة دا ايضا لقيت عندي مسلا فيه عيف السدى. او عيف اللحمة مسلا. او عيف التركيب النسجي. او فيه زيوت او شحوم. كل دي عيوب. بسجل العيوب دا ايضا او اقول والله انا لقيت فيه عيب كزا. او لو ماش مسبوغ مسلا لقيت بقع. لقيت اه اي حاجة اه مسلا بخار. لقيت براس المسبوغة بالشكل الزيادة. لقيت فيه مسلا انطلطيش عدم تجنس للون. كل ده بسجله فيه قوائم التسجيلات اللي عندي او قوائم العيوب اللي موجودة عندي. تاني رابع سؤال بقى مشان عد الاسئلة لان انا كده عم بقى عندنا اسئلة كتير. اه عندنا سؤال بيقولك ايه هو اختيار المشكلة. عندنا اه منحنة باريتو. منحنة باريتو دا هو اه اتكلم عن او تكلم عن منحنة باريتو. اول حاجة فيه منحنة باريتو دراسة الوضع الحالي للمشكلة. يبقى اول حاجة خلي بالك ان في ايه. السؤال اللي قبل كده اللي احنا كنا بنقول على قوائم تحديد الجودة. ما كانش مشكلة بالنسبة للترتيب. لكن لما يجي هنا بتكلم عن منحنة باريتو الترتيب بالنسبة لي مهم جدا جدا. لان الترتيب دي عمليات متتالية ما ينفعش حاجة تيجي قبل حاجة. فمنحنة باريتو اه فيه اسلوب اختيار المشكلة. اول حاجة فيه هو دراسة الوضع الحالي للمشكلة. يعني انا لازم اشوف المشكلة الحالية. ايه هي المشكلة الحالية وبتقابلني ازاي وايه طريقتها وايه اسلوب حلها. يعني الوضع الحالي ما عدش احسن او اجمل في المشكلة او اا اقبر فيها او اا اديها حجم اكبر من حجمها. لا انا بدرسها زي ما هي موجودة بالزبط. تاني حاجة دراسة تطور المشكلة. ده لسه زي ما كنا بنقول على مشكلة الماكينة او السير اللي بيقابلنا فيه الماكينة. اشوف التطور بتاعه. هل السير اتقطع على طول ولا فعلا مر بكزا مرحلة عبالما السير بتاعي يتقطع. ده اسمها دراسة طريق تطور المشكلة. بعد كده بشوف بقى نتيجة للتحسين. وابدأ احسن في هذه المشكلة. وابدأ اا بعد ما اعمل عملية التحسين. ابدأ اعمل دراسة لهذه النتائج واشوف احسن طريقة كانت عندي ايه. السؤال برضو ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي ما هي تحديد اسباب حدوث المشكلة وفقا لجزع الشجرة او اسلوب جزع الشجرة او اسلوب ديل السمكة. بيبقى اسلوب جزع الشجرة بيبقى عندي في الفروع الرأسية اللي هي بتبقى موجودة عندي. مش عالفتوا شايفين اه ايوة بالزبط كده. دي الفروع اللي هي بتبقى موجودة الرأسية اللي موجودة عندي. دي اسمها الفروع الرأسية للمشكلة. وبعد كده بيطلع منها اا فروع بتبقى فرعية او سنوية. دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتأثر في عملية المشكلة. يعني لو جينا اخدنا مثال مسلا بنتكلم هنا عن الفرع الرئيسي عندي احنا عندنا عيب. ولو يكن العيب ده هوت مثلا بقعة في القماش. فعندي فرع رئيسي اللي هو المواد. المواد اللي انا سبقت بيها هل هي فيها بقعة او هي اللي سببت البقعة دي او لا. طيب هل المواد بس? لا. عندي بقى فيه شوية حاجات فرعية زي هل انا خلطت المواد دي ازاي? هل السبغة اللي انا ما جيت دوبتها ويدوبتها بشكل جيد او لا? هل خزنت السبغة او المواد دي كانت متخزنها بشكل جيد? لان مثلا ممكن تكون تاريخ صلاحية هزي المواد انتهى. وبناءا عليه يبقى المشكلة في عملية التخزين. او خلطها بشكل غلط. فيبقى المشكلة في عملية الخلط. يبقى انا عندي تحديد ما هو اسلوب الامسل اللي هي تحديد اسباب حدوث المشكلة? اسلوب جزء الشجرة. وده عبارة عن فروع رئيسية وبيخرج منها فروع سنوية. الاسلوب الرابع اللي احنا بنتكلم عليه هو بيان مدى ارتباط الاسباب بالمؤسرات. وبيان مدى ارتباط الاسباب بالمؤسرات. هل الاسباب اللي حصلت اللي انا اتناقشت فيها هل مرتبطة بالمؤسر اللي عندي ام لا? عايزين نقول مثال عشان تبقى الموضوع بالنسبة لي بشكل اوضح. المثال مثلا اللي عندي ان انا بقول عندي جو احنا اه بنتبع مثلا في اه دور اخر دور في المصنع واخر دور في المصنع دوت بنتبع فيه ولقينا ان حصل فيه تسديد حصلت في الشابلونيت. بنبدأ ندرس المؤسرات اللي موجودة. هل المؤسرات اللي احنا شايفينها ده هي? بيتأثر ولا بشكل لا? طيب لو الارتباط بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيبقى اسمه ارتباط مجب يعني ده معناه كل ما بيزيد او ارتباط مجب طرد يعتبر يعني كل ما بيزيد درجة الحرارة كل ما بيحصل عندي انسداد اكتر فيه الشابلونيت ده اسمه ارتباط مجب طيب عندي فيه ارتباط كمان اسمه ارتباط سالب وده معناه ان كل ما بتقل درجة الحرارة بتزيد التسديد ده اسمه ارتباط عكسي او ارتباط سالب يبقى فيه عندي ارتباط مجب يعني فيه علاقة طردية يعني ما ده بيزيد ده بيزيد وفيه عندي ارتباط سالب وده بتبقى علاقة عكسية. وده معناه ان مبدأ بيزيد ده الناحية التانية بتنقص. وفي عندي ارتباط اسمه ارتباط تام. ده معناه ان هما اللي اتنين ماشيين سيم سيم مع بعض او بيتحركوا بشكل يعني تقريبا ما فيش اي فرق ما بينهم. وفي عندي ارتباط صفري وده اللي احنا بتقول عليه او في اللغة عندنا بتقول ان هو ما فيش ارتباط اساسا ما بين لا الاسباب ولا المؤسرت. خامسا وده خامس الاساليب اللي بنتكلم عنها يقول لك وضح طبعا ما يقدرش في الامتحان يجال بك كل الاساليب ده ده لان دي حاجات كتير جدا. في الامتحان بكتيره هجيب لك اسلوب واحد يسألك عنه ويقدر يقول لك عليه. اول حاجة آآ السؤال بقى معنا بيقول لك ما هو طريقة استنباط الحلول. بنقدم هذه الخطوة من خلال دراسة المنحانات المبعثرة دراسة متأنية وعميقة واكتشاف الحلول من خلال. نشوفها كده مع بعض. تطبيق مراقبة الانتاج من خلال خرائط المراقبة. ودي خرائط المراقبة دي بتبقى خرائط تستخدم لتحديد مدى استقرار عملية التشغيل. والتأكد من ذلك عن طريق مراقبة الحد الاعلى والحد الادم. الموضوع ده بشكل بسيط كده يا شباب. عشان الموضوع ده بنقابل فيه مشاكل فيه كتير افهمه. ان احنا الموضوع ده هو عبارة عن خريطة. بتبقى موجودة قدامي. الخريطة ده هي الخطوط الانتاج اللي موجودة. بتبقى ودي غالبا في قسم التخطيط وقدرت الانتاج بيبقى قدامه خريطة للمصنع. وعنده الخطوط الانتاج اللي موجودة فيه الخريطة ده هي. وبيبدأ يبص على هذه الخريطة ويبدأ يشوف ايه هي. عندي مثلا بلاقي هنا في الطباعة بلاقي فيه معدلات تشغيل عالية. لكن في السباغة عشان بتاخد وقت كبير بتلاقي معدلات تشغيل قليلة. يبقى انا لازم اماجي اعمل حسابي فيه التخطيط بتاعي. لازم ادي الشغل في السباغة الاول قبل ما وديه للطباعة اوديه بفترة كافية. ومهما كسفت شغل انا عارف ان الطباعة تقدر تخلصها لاني الطباعة ما بتاخدش وقت كبير فيه عملية التشغيل. دي اسمها الخرائط اللي بتقدر تخليني اشوف ايه هو الحد الاعلى والحد الادنى في عملية التشغيل. انواع الخرائط ده هي. في عندي نوعين منها. فيه خرائط الخصائص المقاصة على المتوسطات والمدى. وفيه خرائط المراقبة الموصفات النسبية للخصائص غير قابلة للقيس. يبقى يجيلي سؤال في الامتحان اكمل. انواع الخرائط نقط ونقط. انواع الخرائط خرائط خصائص ودي بتتقاس به المتوسطات والمدى. وخطاء خرائط مراقبة موصفات نسبية ودي بتبقى خصائص غير قابلة للقيس. يعني مثلا نقدر نقول ان انا عندي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زي حالة السعادة ما اقدرش انا ايس اقول والله انا سعيد بنسبة قد ايه او ما اقدرش اقول والله انا حزين بنسبة قد ايه ما اقدرش اقول اني واحد بيذاكر بنسبة قد ايه عشان اقول اني واحد بيذاكر بنسبة قد ايه يبقى لازم اعمل له اختبار والاختبار ده هو تيقول لي اللي هو بيذاكر ولا لا وبرضه حتى لو عملت له اختبار ما اقدرش احدد نسبة مذاكرته لانه ممكن يبقى مستوى زكاءه عالي وبناء عليه بيقدر يجمع بشكل سهل ويقدر يحل الامتحان بسهولة فده مش معنى أنه هو بيذاكري المذاكرة مثلا من ضمن الحاجات اللي ما أقدرش أحددها بقياس لكن الحاجات اللي مثلا أقدر أحددها بقياس الطول الوزن السن كل دي حاجات تقدر تتحدد بقياس لكن في حاجات تانية ما أقدرش أحددها بقياس زي الحالات اللي بتبقى الشخصية الحزن السعادة الفرح كل الحاجات دي ما أقدرش أحددها بقياس طيب أنا دلوقتي عملت الخرائق بتاعتي وابتديت أشتغل بشكل جيد وابتديت عرفت إيه هي أنواع الخرائق اللي موجودة عندي يجي يقولي وضح يجي سؤال في الامتحان يقولك وضح طريقة عرض النتائج أو وضح الطرق التي من خلالها تستطيع عرض النتائج أول حاجة طريقة الجداول طريقة الجداول اللي هو جداول بقدر أحدد فيه الحاجة بتاعتي وقدر أقول والله أنا عندي نسبة كذا وعندي فيه غلط كذا وفيه عندي صح كذا وعندي أعداد كذا تاني طريقة طريقة المستطيلات أو الأعمدة بتبقى مستطيلات صغيرة وكبيرة وطريقة الخط المنكسر وطريقة الخط المنحني وطريقة الدائرة طيب إحنا عرفنا كده إيه هي الطرق لي عرض النتائج بتاعتي طيب أنا عندي بقى بقى عندي وصائق والجودة داية عفواً بقى عندي وصائق ليه هذه الجودة وعايز بقى أبدأ أعرض هذه الوصائق وأبدأ أحللها إيه الطريقة أو إيه هي الكالفية اللي أقدر أسيق أو أصيغ بيها وصائق الجودة أول طريقة عندي فيه قايفية صياغة وسائق وصائق الجودة إزاي أعالج عملية الجودة واحد أخطط لي الجودة عندي وبعد كده أراقب وبعد كده أحسن إزاي أخطط دا معناه أني ما ينفعش وعلى فكرة عفواً على فكرة الموضوع دا كمان بالنسبة مش بالنسبة للجودة بس دا بالنسبة لحياتنا بشكل عام لازم نخطط للحياة ما ينفعش نمشي كده لازم يبقى عندنا خطط والخطط دا يبقى فيه بدائل لها عشان نقدر نعيش حياتنا بشكل سليم نفس الحكاية بالنسبة للجودة عشان أقدر أحقق الجودة المنشودة وأقدر أوصل بيه المنتج لأعلى مستوى ممكن لازم أخطط ليه عملية الجودة وبعد ما أخطط ليه عملية الجودة لازم أراقب هذا التخطيط يعني ما ينفعش أن أنا أسيب الجودة وأقول أنا أحطيتك الخطة خلاص اشتغلوا أنتوا بقى وروح أنا بقى خلاص ما أنام بقى في البيت وما ليش دعوا بموضوع الجودة لا لا الكلام دا ما ينفعش لازم بعد مد الخطة لازم أراقب تنفيذ هذه الخطة وهل بتتنفذ بالشكل اللي إحنا حطناه ولا لأ يعني ممكن يبقى عندي مشكلة أن بعض العاملين اللي موجودين في المنشأة مش فاهمين الخطة بشكل جيد دا مش عيب فيهم بل بالعكس ممكن يبقى عيب كمان في الوضع على الخطة أنه هو ما بسطهاش أو ما شرحهاش ليه القائم بتنفيذها وبناءً عليه القائم بتنفيذها دا مش قادر ينفيذها مش قادر ينفيذها بشكل جيد وبناءً عليه الموضوع مش واصل للي أنا عايزه أو المستوى المحطوط الصحيح للتخطيط فلازم أراقب على تنفيذ هذه الجودة طيب أنا راقبت على تنفيذ الجودة ولقيت أخطاء أعمل إيه؟ أبدأ أحسن الجودة دي عن طريق أن أنا خطط تاني ونفذ وبعد كده أقيم وأرجع أحسن مرة أخرى بعد ما خططت ونفذت وشفت الكلام دا هو إزاي بقى أوصق هذا الكلام على فكرة التوصيق من الحاجات المهمة جداً 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 واللي بنا عليها كثير 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 من الدول الصناعية الدول الصناعية يمكن من ضمن الحاجات اللي نهضت بيها وساعدتها في عملية التنمية الصناعية الدول الصناعية الكبرى طبعاً اللي ساعدها في عملية التنمية الصناعية زي ألمانيا كده مثلاً عملية التوصيق لازم أوصق كل شغل بتاعي ولازم أوصق الشغل اللي أنا وصلت ليه ليه؟ لأن أنا ما أوصق بيوضح لي حاجة تين لو أنا عملت حاجة كويسة فأنا أوصقتها وبناء على اللي يجي بعدية أو اللي يشتغل بعدية مايبدأش من السفر لا يبدأ من النقطة اللي أنا jerseyت عنها أو لو أنا عملت حاجة وحشة أو حاجة مش صحة أو حاجة خطأ هبدأ لما أوصق أبدأ أبص عليها وأعرف أنه وقعت في إيه وبناء عليه أبدأ أرعي في العملية اللي بعد لكده فالتوصيق من الحاجات المهم عشان كده عملوا نظام للتوصيق وهو نظام الايزو والايزو ده هوت في نظام الايزو للتوصيق طبعا فيه انظمة كتير جدا جدا لعملية التوصيق بس انظمة اللي بنتكلم عليها في الصناعة عندنا وفيه الطباعة هي نظام الايزو 9000 ليه بقى؟ لان اهمية التوصيق ترجع الى ان كل شيء يؤثر على جزء من الجودة يعني ما فيش حاجة ما متأثرش فيه عملية الجودة زي مثلا الامن الامن الاصطناعي الامن الاصطناعي اللي موجود فيه المنشأة الامن الاصطناعي اللي موجود فيه المنشأة ده هوت لو الامن ده مش مسح صح لنفسه اib bess لاقي حصل حرايق اib bess لاقي الانتاج واقف او ابjo لاقي مثلا ان في بعض المواد الكيميائية اتدلقت او ما بقتش موجودة ناتجل الامن الاصطناعي مش شايف فاي جزء بيأثر على عملية الجودة او مثلا فيه فني مش واخب باله فالشغل يتوقع منه على الارض ورح لمه وحطه تاني من غير مثلا ما يطهرأ ويتبع الاساليب الصحيحة فكل دي اجزاء بتأسل على عملية الجودة كمان الاهتمام بيؤثر على مقدرة الشركة في توريد المنتجات يعني انا لازم اهتم بالشركة ولازم اهتم بالمؤسلات اللي عندي عشان اقدر اتحكم في توريد الخنمات والمنتجات اللي عندي بالاضافة الى تعليمات التشغيل وبيانات القبول يعني تعليمات التشغيل لازم اتباعها بشكل جيد جدا جدا في العملية الانتاجية وده مهم جدا وده يمكن اللي احنا بنكلم فيه في المواد المختلفة التانية زي مادة العمليات والالات ان احنا بنديك بعض الاساسيات اللي بتمشي عليها مثلا في تكوين عجينة او الكلام ده لكن لما بتيجي اه تشتغل في مصنع بتلاقي ممكن تبقى حاجات مختلفة شوية نتيجة ان الشركة بتورط حاجات بشكل مختلف وهنا بنرجع لنقطة مهمة قوي 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 بنتكلم عنها هي تعليمات التشغيل فعشان كده حتى لو انت عارف حاجة او انت كنت في وبتشتغل بطريقة مختلفة لازم ما تتنقل للمنشأة اللي انت فيها لازم تشتغل بنفس الطريقة اللي هي شغالة فيها لان هي بتبقى مثلا بتستورد مواد بشكل معين من شركة معينة وبناء عليها بيبقى لها تعليمات تشغيل مختلفة كمان لازم اهمية تجهيز الخطط الجودة وتوصيق قفة الاجراءات العمل والمتكامل في كتاب دليل الجودة الجزء التاني في سؤالنا النهاردة او في اسئلتنا النهاردة ما هو دليل الجودة دليل الجودة بيشمل ايه؟ ما هو دليل الجودة؟ انا مش بقولك قولي عرف دليل الجودة لا انا مش عايز منك تعرفلي دليل الجودة انا عايز منك تقولي ايه هو مشتملات دليل الجودة اول مشتمل من مشتملات دليل الجودة هو مشتمل المستويات والعمليات المستويات والعمليات من مشتملات دليل الجودة ايه هي العمليات اللي انت اجريت بيها مثلا عملية طبيعية عملية سباغة عملية مثلا طباعة كل العمليات المختلفة ده هي بين عمليات التوريد اللي موجودة عندي كمان طرق العمل اللي انت اشتغلت بيها يعني طرق العمل اللي انت اشتغلت بيها ايه هي هذه الطرق وازاي انفذها وازاي اطبقها واشتغلت باني طريقة يعني مثلا عندك في السباغة فيه عندك طرقتين في السباغة فيه عندك مثلا طريقة السباغة الأقمشة على المفروض وفيه سباغة الأقمشة مضموم العرض فانت اشتغلت بقى اني طريقة ده كله لازم يشتمل فيه دليل الجودة الموارد وهنا بقى الحتة اللي احنا بنقول عليها هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم بيها على موضوع تعليمات التشغيل انت جبت الحاجة بتاعتك منين اشتريتها منين من اني شركة وايه تعليمات التشغيل بتاعتها ليه بقى لان الموارد اللازمة داية هي اللي هتحقق لي اهداف الجودة عشان احقق اهداف الجودة بشكل جيد لازم اعرف ايه هي الموارد بتاعتي وهي التعليمات التشغيل اللي اشتغلت عليها عشان اقدر احققها بشكل جيد واقدر احقق العملية بتاعت الجودة بتاعتي وافضل اقدر اوصل لأفضل نتيجة ممكنة بافضل طريقة عندي كمان الاتجاهات والتزام الادارة ووحدات الجودة بعملية الجودة كل دي من مشتملات دليل الجودة كل دي من مشتملات دليل الايه الجودة ايه هي بقى السمات او الصفات اللي بتوسق طرق العمل يعني انا لما عندي طريقة عمل مختلفة زي ما قلنا بنسبغ مثلا على المفروض او بنسبغ على مضموم العرض ايه هي السمات لتوصيق طرق الجودة اول حاجة التنفيذ لازم يبقى كل العاملين اللي موجودين عندي يبقى سمات توصيق الجودة اول حاجة عندي هي التنفيذ لازم يبقى كل العملين مقتنعين بالفكرة والتعاون ويقدروا يحققوا التطوير بتاعي في عملية الجودة يعني لازم كل العملين يبقوا مقتنعين بعملية الجودة ويبقوا مقتنعين إزاي إنهم عايزين يطوروا ومقتنعين بفكرة الجودة لو أنا عندي العمال مش مقتنع بالفكرة يبقى مش هيقدروا ينفزوا عملية الجودة لو مش مقتنعين بفكرة التطوير مش هيقدروا يقوموا بعملية التطوير لازم أكلف شخص ما بتوصيق الأداء العمل على الطبيعة إذا لم يكن هناك إجراءات مكتوبة يبقى لازم شخص يقوم بعملية التوصيق لو ما فيش إجراءات مكتوبة يعني أنا لو ما عنديش وصائق بتتنقل من مكان لمكان أو زي ما بيقولوا كده عليها في عملية الصناع الكارتة اللي هي بيبقى فيها كل المصحفات بتاعت المنتج وطريقة المنتج وفكرته واشتغل إمتى ودخل إمتى وخرج إمتى ووزنه وطوله وطريقة التشغيل والمواد الكيميائية اللي استخدمت والشركات اللي استخدمت منها المواد الكيميائية دي كلها لو ما فيش الكروت ده هيت لازم يبقى فيه عندي شخص بيوصق الأداء على فكرة الشخص اللي بيوصق الأداء ده هو دوره أنه هو يرقب العملية الانتجية هو مش بيرقب كنت كشخص هو بيرقب العملية الانتجية تمام؟ حاجة كمان في عملية التنفيذ لازم يبقى يراعي التغيرات اللي بتوضع موضع التنفيذ ويوصقها ويوصق طريقة أداء العمل كمان لازم يبقى عندي أفكار تحسين للأداء يجب أن تسجل منفصلة لإستخدامها يعني أنا ممكن الراجل اللي هو بيرقب ده هو تيسجل أفكار للتحسين أو يبقى عندي حد تاني بياخد البيانات اللي الراجل بيسجلها داية ويبدأ يحللها عشان يطلع أفكار لتحسين المنتج بتاعه طيب التسجيل والسجلات ده إيه هي التسجيل والسجلات؟ ما هي التسجيل والسجلات؟ أول حاجة عندي سجلات الفحص والاختبار سجلات الفحص والاختبار ده هي دي نتيجة إن أنا بفحص المنتج بتاعي وبقول والله أنا وجدت فيه عيوب كذا أو لقيت إن المنتج بتاعي موصفاته بالشكل الفلاني واختبارته عملت له مثلا اختبار متانة، اختبار ميونة، اختبار مثلا تطرية، اختبار غسيل، اختبار غسيل للسبات، اختبار احتكاك كل دي اسمها اختبارات بتبقى موجودة في السجلات بتاعتي والنتائج هذه الاختبارات لازم تبقى موجودة فيه من معمل مثلا موجود عندي عشان أقدر أحدد نتائج الاختبار اللي موجودة فيه المعمل بتاعي كمان فيه السجلات والتسجيل عندي السجل للتحليل الكيميائي والمعملي ودي بالذات بتحصل يا شباب لما بنجي مثلا نحل الأقمشة أقمشة مثلا مبوعة أو أقمشة مسبوغة وعايز أعرف إزاي اتعملت أو إيه المواد الكيميائية اللي اشتغدمت فيها فبعمل لها السجلات للتحليل الكيميائي والمعملي وبعد كده لو أنا مثلا شغال في معمل بدي شهادات اختباره والنتائج للفحص أو لو حتى في معمل المصنع بتاعي بديله نتائج شهادة بقول والله فعلا الشغل ده يتعامل بشكل فلاني أو يتعامل بشكل جيد بعدما أنا عملت له عملية الفحص أو لو والله نتيجة الاحتجاج بتاعته جيدة وما فياش أي مشكل هنا بقى ده سؤال مهم جدا وهي عملية المتابعة وسؤال كمان مهم جدا في عملية الانتاجية أو في عملية الجودة عندي وما هي عملية المتابعة أول حاجة الغرض من عملية المتابعة اللي احنا بنتكلم عنه الغرض من عملية المتابعة المتابعة مش معناه إن أنا برائب لا المتابعة معناه إن أنا بشوف الإجراءات أو الخطط اللي أنا حطيتها بتتنفذ ولا لا طيب هل بشوف بس الإجراءات والخطط دي بتتنفذ ولا لا لا كمان وانا الخطط دي بتابعها ببدأ اشوف هل الخطط دي فيها عيوب هل الخطط دي غير ملأمة للعملية الانتاجية يعني كان موقف مثلا كده هوت انا عندي عامل العامل ده هوت بيشتغل مثلا على مكانة ملابس مثلا او مكانة حياة والعامل ده ايصر يعني بيشتغل بأيدي الشمال وبما انه ايصر وبيشتغل بأيدي الشمال فهو مثلا انا ما بجي حطوله كذبت على الملابس ده وحطوله مثلا على قديل يمين فكده العامل هياخد وقت ومجهود عشان ياخد الحتة ويحطها على المكانة ويعدلها بأيدي الشمال اللي هو متعود عليها ده هياخد معه وقت طب ما انا لو انا حطيت الحاجة اللي انا بحطوله فيها الملابس على قديل الشمال هروح باخدها وروح حططها على المكانة على عدلة ايده ويشتغل عرضه ده نتيجة المتابعة ليه انا زغرت المثال دوت لان المثال ده مثال مهم جدا في عملية المتابعة يعني انا ما بتابع ده مش معنى ان انا برائب بشوف عنده عيوب ولا لأ لأ ده انا ممكن يبقى فيه خطأ عندي في عملية التخطيط فابدأ اعالجه وبناء عليه حللي هذه المشكلة فعملية المتابعة من الحاجات المهمة جدا في العملية الانتاجية عشان مش اتابع اه او مش ارائب الخط الانتاجي فقط لأ ده انا رائب كمان تنفيذ الخطط وفي نفس الوقت ارائب هل الخطط ده سليمة ولا محتاجة تطوير ومن هنا يجيلي سؤال مهم جدا وما هي الاجراءات التصحيحية اللي انا اقدر اعالجها في عملية الجودة من الاجراءات التصحيحية اللي انا اقدر اعالجها في عملية الجودة زي المثال اللي احنا ضربناه دلوقتي ده انا اقدر كده انقل الكزيم من مكان لمكان وبناء عليه اقدر يبقى انا كده هو اتعملت اجراء تصحيح طيب لو نفترض بقى وانا بتابع عملية الجودة لقيت اني الشغل بتعطل نتيجة خطأ في العامل بيبقى عنده حلين في الحالة دي لإما أعيد تدريب نتيجة مثلا أنه أنا عنده نقص إمكانيات أو مهارات فأنا أعمل له أعدى التدريب أو لو لقيت فيه خطأ نتيجة إهمالي يبقى أنا كده بعمله عقاب أو بعمله إجراء بالفصل مثلا أو تحذل بالفصل أو بعمله خصمة أو حاجة زي كده طيب ده لو الموضوع من عامل طيب لو الموضوع نتيجة مثلا الخطأ في الماكينات لو الموضوع خطأ في الماكينات يبقى بعمل إجراءات تصحيحية للماكينات بعمل تصليح فيها ببدأ أزبط الماكينة اللي موجودة عندي طيب لو الخطأ بقى نتيجة أني مثلا المواد الكيميائية أو المواد اللي أنا بستخدمها دهيت مواد مش فيها خطأ أو فيها مشاكل يبقى أنا المواد دهيت لا ده أنا أغير المورد بتاعي أو لو أنا مثلا زي ما شفنا بتاريقة الشجرة لو كان فيه تخزين مثلا بشكل خطأ أبدأ أعالج هذا التخزين دليل الجودة اللي موجود عندي ما هو دليل الجودة أو محتوىات دليل الجودة احنا لسه كنا بنكلم عليه محتوىات الدليل وبقى نشوف إيه هو بيتكلم عن إيه تقسيم نظام الأيزو إلى جزائيات وتوزيعها والبناء حسب الهيكل التنظيمي المنشأة وتقسيم على حسب خطوات التشغيل المواصفات القياسية وإيه هي شغلة المواصفات القياسية وإزاي بتطبقها المواصفات القياسية عندي زي ما كنا بنتكلم على نظام الأيزو والنظام الأيزو ده من الأنظمة المهمة جدا وهي المتابعة بقسرة في المصانع وده بقى مهم جدا لإني ممكن أجي أجيب لك في الامتحانة سؤال أقول لك ما هي نظم الأيزو المتبعة نظم الأيزو المتبعة عندي نظام أيزو 9000 واحد وده بتكلم عن التصميمات وتطورها يعني النظام ده بتكلم لما يبقى عندي تصميم او بطور في هذا التصميم او بطور في تصميم المصنع سواء كان تصميم المصنع او تصميم عندي في اتباعة او اي تصميمات بتكلم عنها تطورها في حد ذاته ده بيتبع نظام ايزو 900001 طب نظام ايزو 900002 بيكلم عن ايه بيكلم عن المكونات بتاعة الانتاج واللي ببني عليها التصميمات الجهزة يبقى نظام ايزو 900002 بيبني تكلم عن الانتاج وبقى بتكلم عن مكونات هذا الانتاج نظام آيزو 9003 بيتكلم عن الأجزاء الغير المرتبطة وده بقى بيتكلم عن كل حاجة ممكن ما تكونش يتهم العملية الإنتاجية بشكل مباشر لكن بيتهمها بطرق مختلفة زي مثلا المواصلات مثلا انتقال العمال من وإلى المصنع العامل لو جال المصنع وهو مثلا مرهق ومش قادر والكلام دوت مش هيقدر الديني بشكل مش هيقدر الديني إنتاج بشكل جيد يبقى ده نظام الآيزو 9003 بيقيس بقى الحتة دي بيقيس هل فعلا المواصلات ده بشكل جيد هل المواصلات ده بيها شكل آدمي عشان أقدر أقول أن العمال بتنتقل بشكل ملائم ليهم وبناء عليه إما يجي أحسبه على العملية انت جاي أقدر أحسبه أو لا فدي اسمها أجزاء غير منطبرطة اللي بيقيسها نظام آيزو 9003 طيب لو أنا عندي إجراءات أداء في الشركة إيه هي المراحل اللي بي فيها إجراءات أداء أنشطة الشركة يعني يجي لسؤال يقولك اسكر المراحل بتاعة إجراءات أداء النشاط في الشركة أول حاجة مرحلة ما قبل التسجيل مرحلة التسجيل والحصول على شهادة مرحلة ما بعد التسجيل ويجمع البيانات الخاصة بالمشكلات والمدرج المتماثل واتكلمنا عنه والتكرارية اتكلمنا عنهم كل ده اتكلمنا عنه في عملية الأشجار كمان حاجة مهمة جدا عندي وهي مراحل التجهيز ودي طبعا كل مرحلة من مراحل التجهيز اللي بنتكلم عنها في عملية التجهيز كل دي مراحل لازم أرأي بالجودة بتاعتها المواد، كميات، درجات الحرارة، الزمن، الساعة وكل العملية الانتاجية الخاصة بعمليات التجهيز وعمليات الطباقة والسباغة كل مرحلة من المراحل ده لازم أرأي بالجودة بتاعتها ولازم أعمل صيانة للمكينات كل ده بالنسبة لي حاجات مهمة إحنا حاولنا قدر المستطاع أن إحنا نقدر نلم المنهج بتاعنا بتاع مراقبة الجودة وإن شاء الله بإذن الله الأسئلة تبقى بسيطة عايزين نذاكر عايزين نعدي هذا الدور عشان نخلص وناخد الشهادة بتاعتنا إن شاء الله بنتمنى لكم توفيق ونقابلكوا إن شاء الله بإذن الله في أقرب فرصة ممكنة تكونوا اتخرقتوا من الدبلومات وإن شاء الله نشوفكم في المجالات المختلفة في مجالات سوء العمل وتحققوا كل اللي أنتو بتتمنوه وشكرا لحسن نستمعكم